هذا وقد استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها في أول أيام عيد الفطر المبارك ومن المعتاد زيارة نحو 300 ألف زائر لحديقة الحيوان في الأعياد السابقة ومن المتوقع استقرار رقم الزائرين في العيد الحالي بسبب طول إجازة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات مشددة بتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة زوارها في أول أيام عيد الفطر المبارك نحن الحمد لله فتحين من الصباح الباكر من الساعة صباحا وإقبال كبير من الشباب وطبعا نحن مستعدين لاستقبال الأسر المصرية كلها في عيد الفطر المبارك بمنظومتين مهمين جدا منظومة الأولى منظومة الخدمات الجمهور ومستوى النظافة والقسم الزراعي عمل جهد جدا في صيانة الأشجار وسيانة المساحات الخضراء في إطار تطوير شامل وبالتنصيق مع وزارة الزراعة بتوفير حيوانات جديدة تفتح الحديقة وأبوابها لاستقبال الزوار ببرامج ترفيهية تشمل متحف للحيوانات وطيور نادرة محنطة أول مرة أجي بس بصراعة مبسطت جدا والحديقة دي من أجمل حضائق في مصر كلها وياريت كل الناس تيجي والله وتشوف الجمال اللي احنا فيه عرفت إنها في حيوانات جديدة وكده فحبيت إن أنا أجي النهاردة أول يوم يشوفوها وكده وإن شاء الله تبقى فصحة سعيدة عليهم يعني هي الجنينة واسعة بناخد راحتنا فيها هوا نضيف بنشوف بعض فيها تقوص حلوة مع اعتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تعمل الحديقة طوال أيام الأسبوع منذ السابعة صباحا مع توفير المقاعد ووسال النقل الداخلية الملائمة